يقول أعرفك يا فضيلة الشيخ بأني أنا إنسان أريد الحج ولكني ضعيف الحيل والصحة وأعاني من دوار في الرأس ولا أستطيع الزحام هل يجوز لي أن أدفع مبلغا من المال إلى أحد ما لكي يؤدي عني هذه الفريضة أم كيف أعمل لذاكم الله خير إن كان حجك هذا حج الفريضة لم تحج قبله فإن كان هذا المرض الذي معك ولا تستطيع السفر إلى الحج بسببه إن كان مستمرا ومرضا مزمنا لا يرجى له شفاء فإنك توكل أو تنيب من يحج عنك ولا بأس أن تدفع له من المال ما يستطيع به أن يسافر إلى الحج وينفق فيه على نفسه وما تدعو الحاجة إليه إما بأن تعطيه تكاليف السفر أو أن تعطيه مبلغا من المال يعخذه وينفق منه أما إذا كان بشرط أن يكون هذا النائب قد حج عن نفسه أولا أما إذا كان هذا المرض مرضا عارضا يرجى أن يزول فإنك تنتظر فإنك تنتظر إلى أن يزول بإذن الله ثم تؤدي الحج لأن وقت أداء الحج موسع الحمد لله ولسيما وأنك كما ذكرت في الوقت الحالي لا تستطيع شفر للحج فإنك تنتظر إلى أن يزول هذا العذر وتباشر الحج بنفسك مهما أمكن نعم جزاكم الله خير وأحسن عليكم كأني بالشيخ صالح يقول أن أخانا يجب عليه أن يبحث عن أسباب للعلاج لعل الله سبحانه وتعالى يمكنه من الحج وغيره نعم لا شك لا شك أنه مطلوب منه أن يبحث عن علاج مفيد بإذن الله عند الأطباء المستشفيات لعله يعثر له على علاج يزيل عنه هذا المرض نعم